اشتركوا في القناة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة ادانت سرطيا متهما بالارتشاء وحكمت عليه بثلاثة اشهر حبسا نافذة مع غرامة مالية وتوبع المتهم من قبل النياب العام في حالة اعتقال بتهم الارتشاء بطلب عرض الامتناء عن القيام بعمل من اعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا يؤكد موقع دليل الريف وتابع ذات المصدر السرطي كان قد جرى توقفه في يوليوس الماضي بعد توروطه في طلب رشوة من سيدة كانت تقود سيارة بشهادة تأمين انتهت صلاحيتها ليتم ايناعه السجن المحلي بالحسيمة ومتابعته في حالة اعتقال وكشف الموقع المحلي ان المحكمة قادت بمؤخذة المتهم من اجل المنصوب اليها وحكمت عليه بثلاثة اشهر حبسا نافذة وغرام مائتين درهم وتعويض خمسة الاف درهم لطرف المدعي ترجمة نانسي قنقر